بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبل الله الصلاة والصيام والقيام وسائر الأعمال والصالحات نلقاكم في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة لأحدثكم إخواني أخواتي عن موضوع له صلة بموضوعنا السابق الذي هو معرفة الله فمعرفة الله كنز كبير ومعرفة الله تثمر في حياة الإنسان العديد من الثمرات وهو موضوع حديثنا اليوم ثمرات معرفة الله معرفة الله تصديق بالقلب معرفة الله إقرار باللسان معرفة الله تطبيق بالجوارح والأركان أيها ثمثا ثموسني ربي صحانه ذي الروج ذي الروج ورنكفو ذي الروج ورنحفو ذي الروجين فعن فافيس ذي الدنيث ولا ذي الأخر ثموسني ربي صحانه أتليد قولاوان معرفة الله تصديق بالقلب ينسم سوليس يخمم سوى اللغيس ينذاع بعد ربي صحانه يوفقي في يهذاف بشفي السين خطر الهداية من الله ذربي دينا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أنحمد ربي قد يهدان سفري ذنسلام وثكين دم يكوني صورة الفاتحة مكوذرك عن قار اهدنا الصراط المستقيم أيث مثلا معرفة الله تصديق بالقلب أول أذي يرتاح وذياما صربي صحانه واحد سعشره الأمر الثاني الذي يبرز حقيقة الإيمان بالله إقرار باللسام الإيماني قزدغن ولوان أدفاق ديقيل ساوان ذي لسا دي ترجمن أيني قزدغن ديقول والأمر الثالث الذي يبرز حقيقة الإيمان بالله تصديق أو تطبيق بالجوارح والأركان لا يكفي أن يقول الإنسان أنا مؤمن بل لا بد أن يترجم ذلك في حياته ويكون ذلك ملموسا في أقواله وفي تصرفاته وفي أفعاله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وكلما ذكر الله عز وجل الإيمان به كلما قرنه بثمرة كبرى وهي الإيمان بالعمل وهي العمل الصالح التزام الأعمال الصالحات الثمرات معرفة الله هي كثيرة من هذه الثمرات الشعور بالسكينة التي تملأ القلب وتعمره التي تسكن النفس الإنسانية بقوله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم صورة الفتح الآية الرابعة ربي سبحانه عز وجل يشود السكينة للبال راحان بول الإيمان صلى ربي سبحانه لا أسميه السنة ربي يومنيس أذي يرثاح ورحا يجي وريزمير في ندم أتي دي أغذي لسواق خطر التنزي يلا السعادة الداخلية فجيث مثلاً ذي الرجم قرآن ذا ربي دهنان دي صورة الفتح هو يعني الله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم والنبي صلى الله عليه وسلم في هجرته المباركة مع صاحبه ببكر الصديق والقصة معروفة وهما في الغار ربنا عز وجل ليصف الجانب النفسي الحالة النفسية للنبي عليه الصلاة والسلام وكذلك لأبي بكر الصديق في تلك الرحلة المباركة في تلك الهجرة المباركة وهما في الغار ربنا يقول في صورة التوبع في الآية رقم 40 إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا تذكر الله عز وجل الشعور بمعية الله من وجد الله فماذا فقد لا تحزن إن الله معنا النتيجة فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم طروها ربنا حدثنا عن ثمرة السكينة قبل التأييد بالجنود فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم طروها لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر الصديق يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا إذن الشعور بالسكينة ثمر من ثمرات معرفة الله أمذان مريسينا ربي صبحانه أذيرتح وليس أذيرتح الباليس أذيرتح نفسي أكد غدين ربي صبحانه عز وجل إنه هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين السكينة يجعل تربي ذقولون من المؤمنين سربي صبحانه إذي سنن أين شدنا السكينة طمأنين أكن دين ربي ألا بذكر الله تطمئن القلوب طمئن القلوب راح تقول سبحان الله يثماثنا في السكين أذي ليون أكا ذي الدنيس يحزان أكا الدنيس تشورد لهموم تشورد ذي غفلان ذهيرفان ما ديسيون أكيد يسميك سربي صبحانه أكيد يلا ربي يلا ربي يكفي هذا أكيد يسميك أدم يخذب اللي يلا ومذبرا مقران غسم ذا نتحبير ولكن ربي تضبير هذه الثمر الأولى من ثمرات معرفة الله السكينة الشعور بالسكينة والطمأنينة والثمرة الثانية هي ضبط حركة الإنسان في أقواله وفي أفعاله وفي جميع تصرفاته النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو إن يومن سربي يصن ربي يومنيس ويومن سلاخر خطر بسبحانه وعذا غدث من لذي لاخر أكيد من الأنوال الغرص واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون لذلك يثمثلي السمحة لا يجي أمي السلام أي عجيبة أي غارة خطر في ند ما يزرى باللي لا وساق لا وزكا لا وزكا أذي حز في وسا أذي حز في وزكا يزرى باللي أي ند ينطق سجلسي ستوحاس خطر في ند في صورة قال في الآية 18 ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أي نرى ديني وماذا سجلسيس يراغث يفهم القيامة ما ذيني لها نمس ساذيس ما ذيني ندير ذيني جرحا ديني خسرا أذين دم فلاس لذلك نبي عليه الصلاة والسلام إن دمين كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت لو طبق الناس هذا الحديث لسكت الكثير والذي ينطق لابد أن ينظر في مآلات أقواله فإذا كان قوله يبني ولا يهدم يتلفظ به أما إذا كان يهدم ولا يبني فلا يتلفظ به وإذا كان قوله يجمع ولا يفرق ينطق به وإذا كان لفظه يفرق ولا يجمع فلا ينطق به إذا كان قوله يزرع الأمل ينطق به أما إذا كان قوله يزرع اليأس فلا ينطق به ميلا أمذن سننا ربي يتسجوه ربي أذي حزف وهو المرث ديني ضبط حركة الإنسان في اللسان وكذلك في الأمور الأخرى النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه يعني حديث كثيرة تبين لنا ثمارات معرفة الله والإيمان بالله عز وجل ضبط حركة الإنسان في جميع مجالات الحياة ومن يوم ننصر بي السن ربي أذي حرم الجاريس وريخ دمال الهمومك للجاريس ولما يلا أثي حذر كنت يسادي الحديث وعيض نعني ما زال جيبري ليوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيوريثه ما زال جيبري ليتصوصيد في الجار المدينة في صلى الله عليه وسلم إن أظن غد يسواس أديني الجار ذي ورث الجار يفقنا غيد القيمة أن الجار ذي شرع ربي سبحانه ذي الإسلام ذي مدينة في اليوكرم ضيفة يعني أيغا نكون ذي جديث لومي قرن ثونطيش ومن ما لا يفدلي من سي ما يفدلك أنا من سي أدي مختيك الجيرامي سسنيفكك ثونطيش لذلك هذه ثمرة مهمة ضبط حركة الإنسان في جميع مجالات الحياة وهو يبرم العقود والتصرفات كذلك ينظر هل هذه العقود موافقة للشريعة فيجريها أما إذا كانت مخالفة للشريعة فلا يجريها ما يليون يصن ربي يمنص ربي يتساقض ربي يقول عقود ذري خدمي الدنيس إسمايلا وفقا تاشر عيث اضغطني خدم مري وفقا وفقا تاشر عيث أذي فعل في اللسن أذي جانب كعقود الغرر الربا وغيرها من العقود وقد قال ربنا عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا تلك هي الثمرة الثانية والثمرة الثالثة ترشيد العلم هذا العلم هو هدية من هدايا الله عز وجل هبا ربانية كنز من كنوز الله التي حابان الله بها العلم يكفي أن العلم هو طريق معرفة الله وقد قال ربنا عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء كل هل يستوي الذين يعلمون والذين ليعلمون وقال أيضا في أول ما أنزل اقرأ باسم ربك إذن معرفة الله تؤدي إلى ترشيد العلم لأن العلم عمار أو دمار العلم قد يعمر وقد يدمر إذا اتصل العلم بالله عمر وإذا انفصل العلم عن الله دمر لذلك اقتط حكمة الله عز وجل أن يربط بينهما اقرأ باسم ربك فالعلم عمار إذا اتصل بالله وإذا انفصل عن الله دمر ومما تعلمون إخواني أخواتي هذه العلوم التي تطورت في حياة الناس وعلم البشر الآن يشهد ثورات كبيرة جدا في جميع فنون المعرفة والعلم ثورة بيولوجية طبية ثورة جيولوجية ثورة إعلامية ثورة تكنولوجية ثورات كبيرة جدا ولكن هذا العلم إذا اتصل بالله سيعمر حتما ويسعد الإنسان والإنسان سيفكر ويبدع وينتج في مجال العلم والمعرفة ينتج ويبدع فيما يسعد الإنسان فيما يخفف عن الإنسان فيما يسر على الإنسان أموره ولكن عن الإنسان أموره ولكن إذا انفصل هذا العلم عن الله عز وجل يدمر والأدلة كثيرة جدا نذكر على سبيل المثال يوم أن اكتشف الإنسان لديان يعني هذا الحامض النووي البصمة الوراثية والحديث يطل في المسألة فإذا كان الإنسان إنصار فإلى البحث في ما يسمى الاستنساق لكلوناج وبعدين من الحيوان دولي تعرفوا النعجة دولي وبعدين يوصل الاستنساق في البشر وتعرفوا الحكاية طويلة معناه ولكن إذا كان هناك معرفة الله إذا نحو الخير في العلم عمار أو دمار ثموسني مثلا ما يلا نحن يتكوذ ربي يتكوذ ربي يومني ما بلاشك ثموسني أتروح القفري يفنون ذي الهنان ذي الخير ولكن ما يلا لعب ذو رسينا ربي أذي سخدم ثموسني لقهد لقسلوغ ذي القصار خطر ربي يتكوذ ربي ويسينا ربي ويسينا 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 ربي لذلك ربي سبحانه ذي لا يثيم زور ذن زن في ربي ربي يسينا يقرأ باسم ربي لقهد لا يقارن فكيد الفهم لا يمري غري ولا ثل القرية السفرحة ثل القرية يستوحش ما القرية تشهد ربي سبحانه أتفن ورث سبحانه خطر يتحزبني وزكا إزمل ذي شوش في الغاشين ذي قلق الغاشين أثني وذي كير فريد أهاث استموس أني خطر يفعظ ربي سبحانه تلك هي الثامرة من ثامرات معرفة الله ثامرة أخرى وهي مهمة جدا ثامرة التزام العمل الصالح التزام العمل الصالح ربنا هو الذي قال في صورة الكهف في آخر آية الأيام 110 فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ويني سننا ربي هذه خدمة الصلاح خطر يسراجو المقابل ربي ويني سننا ربي ويني سن ربي أو ويني سراجو المقابل ربي هذه خدمة الخدمة الصلاح نحن يخدم وزم ربي وكما تعلمون إخواني أخواتي ربنا لم يحدد عملا صالحا بعينه بل تحدث عن العمل الصالح بإطلاق لأن كل إنسان مسير أو يعني كل إنسان يحب عملا معين ويلجأ إليه ويبدع فيه ويتقن فيه فكل ميسر لما خلق له لذلك تنصرف الهمم في هذه الحياة وتنتشر من أجل تحقيق الاستخلاف فوق الأرض لأننا أمرنا بعمار الأرض أمرنا بتحقيق مقتضايا الاستخلاف فوق الأرض وتنصرف الهمم هذا ينصرف البحث العلمية في المجال الجيوروجية هذا في المجال الطبية البيولوجية والآخر في المجال الفلاحية والآخر في عم الفلك والآخر في علوم الشريعة والآخر في علوم النفس والاجتماع والقانون وتنصرف الهمم إلى جميع العلم والمعارف وكل ميسر لما خلق له لنعمر هذه الحياة وقد قال ربنا عز وجل في أي القرآن فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا لذلك يثمثل ميلا نسنا ربي نومنيس انخذم الاصلاح ربينا دي العمل الصالح وديفقنا هذا شو الخذما كوليون أنداثوا لها ربي سبحانه أذي خذم الاصلاح هناك ثمرة أخرى أيضا لها علاقة بالثمرة السابقة وهي الإتقان العمل لأن ليعرف ربي يتقن عمله كما في سورة التوبة في الآية مية وخمسة ربنا قال وقل يعملوا فصير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ربي ناد خذمث الخذمنون أول من يطلع على الأعمال هو الله لذلك هذا سبب من أسباب الإبداع الإتقان إتقان العمل بقدر الإمكان إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ميلا يونيس نربي ماذا لكذا ما تمطوثا ممزيا ممقر أذي خذمن الشغاليس جارزن خطر ويني خذمن الشغال جارزن واسني تاوى ذرا هذيني مقارن ذي قبيليس يير شغل إتقال ذي فاويس واحد كي ما يخدمش خدمة كاملة هذيك الخدمة تحلف في مولاها وكأن الخدمات تقول له تعودني يجي نهار تعود هذيك الخدمة خطر لم تتقنها يير شغل إتقال ذي فاويس والثمرة الأخيرة من ثمرات معرفة الله الثبات الثبات نسأل الله أن يثبتنا في الدارين في الدنيا وفي الآخرة وقد قال ربنا عز وجل في سورة إبراهيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء نسأل الله أن يثبتنا على الطعات وأن يثبتنا على الأعمال الصالحات وأن يتقبل الصلاة والصيام والقيام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة